اشتركوا في القناة على رياض محرز انتر ميلون يزاحم السيد العجوز في خدمات المدافع رامي بن سبعيني اسماعيل بن ناصر يفشل امام تشيلسي للمرة الثانية ويبقي الامل في الجولتين القادمتين وفد جوليبا المالي يحط بمدينة سطيف تحسبا لمباراة الاياب امام ابناء العقيبة عبدالهادي خزار يشرع في عمله على رأس العادة الفنية لفريق هلال شلغوم العيد مدرب البياس جي غالتي وسيرجيو راموس ينفياني شائعة رحيل كيليان بابي اهلا بكم مجددا بداية وكما جاء في العنوين صرح المكلف بالاعلام على مستوى الفاف صالح باي عبود للاداعة الوطنية بان كتيبتاب الماضي ستخوض لقائين وديين شهر نوفمبر القادم وقال صالح باي عبود في تصريحته لذات المصدر صبيحة اليوم الاربعاء سيخوض المنتخب الوطني مواجهتين وديتين في التربص المقبل شهر نوفمبر حيث من المنتظر ان يواجه رفقاء رياض محرز منتخبا افريقيا اما بالنسبة لمباراتهم امام المنتخب السويدي فان المحادثات مع الاتحادية السويدية تسير في النسق الصحيح لبرمجة لقاء ودي في ذات الشهر تجدر الاشارة بان اخيرة ربو سن الخضر كان في شهر سبتمبر وحقق فيه اشبال بالماضي فوزين على كل من منتخب غينيا ونيجيريا ننتقل لورقة محترفين ونستهلها باخبار قائد الخضر رياض محرز والذي تعرض لانتقادات لا دعا من طرف جمهوري ناديه منشستر سيتي عقب ادائه الضعيف وفشله في هزي شباك المستفضيف كوبنهاجن في ركلة الجزاء حيث عاش محرز ليزلة سوداء بسبب التعادل السلبي امام نادي كوبنهاجن حيث ألغي هدف اللاعب رودريغو في الدقيقة الحادية عشر بسبب لمسة يد لرياض محرز ليضيع بعدها قائد الخضر محرز ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة والعشرين لتنتهي مشاركة اللاعب في الدقيقة الثانية وثلاثين بعد قرار اخراجه من قبل المدرب باب جوارديولا لتنهال الانتقادات على رياض محرز من قبل مشجع السيتي الذين اعتبروه بأنه خسر مستواه بينما قال البعض أن محرز لاعب كبير ومستواه الحالي هو حالة مؤقتة وانتقد البعض إصرار محرز على تنفيذ ركالات الجزاء خاصة أنه أضاع تسع ركالات من أصل واحد وثلاثين سددها خلال مسيرته مما يعني أن نسبة إضاعاته لركالات الجزاء يصل إلى ثلاثين بالمئة في خبر آخر كشفت تقارير إعلامية أن نادي أنتر ميلون يزحم نادي السيدة العجوز جوفنتيوس للضفر بخدمة مدافع المنتخب الوطني ولاعب روسيا منشاق لتباخل ألماني رامي بن سبعيني خلال المركات الشتوي القادم وأكدت ذات التقارير أن نادي جوفنتيوس قرر رسميا دخول السباق من أجل خطف بن سبعيني وهذا بطلب من مدربه الذي يريد تدعيم صفوفه خلال النصف الثاني من الموسم ومن جهتها قرر مسؤول نادي أنتر ميلون لتقديم عرضا مغرية لنادي الألماني من أجل الضفر بخدمات اللاعب بن سبعيني الذي يتألق خلال هذا الموسم مع ناديه مونشاق لاتباخ جدير بالذكر أن عقد الدول الجزائر رامي بن سبعيني لاعب نادي بروسيا مونشاق لاتباخ الألماني سينتهي صيف 2023 في دور الإيطالي الآن عبر متوسط ميدان الخضر ولاعب نادي ميلون سماعيل بن ناصر عن خيبة أمله بعد الخسارة الثانية لناديه أمام تشيرسي صهرة الأمس ضمن مباريات رابطة أبطال أوروبا وقال بن ناصر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنا غاضب وأشعر بخيبة أمل من النتيجة التي حققناها وتابع حديثه قائلا نحن فخورين جدا بمشجعين الذين سندون حتى نهاية المباراة ليختتم بن ناصر حديثه قائلا كل شيء يبقى في أيدينا وسنلعب الجولتين القادمتين من أجل تحقيق الفوز والتأهل للإشارة فإن متوسط ميدان ميلون بن ناصر شارك أساسيا في المباراة حتى الدقيقة الستادسة والستين وتحصل على تنقيد ستة فاصل اثنان من عشر حسب موقع هوسكورد الشهير بعد مستواه في مباراة أمس في أخبار المنافسة الإفريقية التي تخذها في رقنا حتى اليوم فريق جوليبا المالي رحالة بأرض الوطن وبالتحديد بمدينة الهضاب العليا سطيف وهذا لخوض جولة الإياب التي ستكون أمام فريق الشباب بالوزداد يوم الجمعة المقبل بملعب الثامن مايه 1945 بسطيف وقد أبدى الوفد عند وصوله لمدينة سطيف ارتياحه الكبير لدروف الرحلة من مالي إلى الجزائر العاصمة ومباشرة إلى سطيف ومن المنتظر أن تكون مباراة أبناء العقيبة أمام الضيف جوليبا المالي قوية بالنظر لبحث كلا الفريقين عن التأهل لدور المجموعات خاصة بعد فوز فريق جوليبا في مباراة الدهب محليا شرع المدرب عبدالهادي خزار مهمه على رأس العادة الفنية لفريق هلال شلغوم العيد بعد ترسيمه أمس خلفا للمدرب السابق دفيق الوابح والذي أقيل من منصبه بسبب النتائج الغير مرضية التي يعاني منها فريق شلغوم العيد وتأمل إدارة الهلال في أن ينجح خزار في إعادة الاستقرار للفريق وإنقاذه من خطر السقوط للقسم الثاني بعد أن أصبح يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة بعد مرور سبع مواجهات في الورقة الدولية وبعد الضجة التي اكتسحت التقارير الإعلامية برغبة رحيل فرنسي كريان مبابي من نادي العاصمة الباريسية باريس سان جرمان علق مدرب البي اس جي كريستوف غالتي عبر قناة المسي سبورت الفرنسية على خبر رحيل لعبه الشاب مبابي من صفوف البي اس جي قائلا قد تحدث تحدث الإعلام كثيرا عن مبابي اليوم بينما لم أتترق للموضوع معه بل كان تركيزنا الأكبر على الاستعداد لمواجهة بانبيكا وأضاف المدرب الفرنسي لقد أدى مبابي بشكل مميز أمام بانبيكا وسجل هدفا كما تصدر قائمة أفضل هدف الفريق في دور الأبطال وختم كريستوف غالتي تصريحته لقد أثبت مبابي أنه لاعب رائع تعامل بجدية وتركيز ومندهش كثيرا من إطلاق هذه الشائعات قبل ساعات قليلة من مواجهة حاسمة ضد بانبيكا ومن جهة أخرى عبر مواطنه مدافع البي اس جي سيرجيو راموس لذات المصدر بأن كيليان بابي لا يرغب بالرحيل ولم يتكلم معه في هذا الخصوص حيث قال في كل يوم أرى كيليان سعيد للغاية لقد جدد العام الماضي ولا أعتقد أن هذه شائعات دقيقة نحن نركز في عملنا ولا نهتم بالأخبار المتداولة وبالحديث عن اللعب الشاب كيليان بابي حطم اللعب كيليان رقم أدينسون كافاني منصبا نفسه الهدف التاريخي للفريق في دور الأبطال حيث تصدر قائمة أفضل هدف للفريق في دور الأبطال برصيد 31 هدفا بالورقة الدولية نصل وإياكم لطي أوراق نشرتنا لنهار اليوم تذكير بما جاء فيها صالح عبود يؤكد برمجة لقاء وديين للخضر شهر نوفمبر القادم جماهير مونشستر سيتي ينقالبون على رياض محرز أنتر ميلون يزاحم السيد العجوز في خدمات المدافع الرامي بن سبعيني إسماعيل بن ناصر يفشل أمام تشيلسي للمرة الثانية ويبقي الأمل في الجولتين القادمتين وفد جوليبا المالي يحط بمدينة سطيف تحسبا لمباراة الإياب أمام أبناء العقيبة عبدالهادي خزار يشرع في عمله على رأس العارضة الفنية لفريق هلال شلغوم العيد مدرب البي اس جي غالتي وسيرجيو راموس ينفياني شائعات رحيل كيليان بافي وللإطلاع على جديد الرياضة تبقى مواقعنا الظاهرة أسفل الشاشة في خدمتكم شكرا لكم على حسن الإسرائي والمتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة